اشتركوا في القناة ما هو العدو الذي يخيفها ويقلق ليلها وينظص نهارها ويجعل أهلها مشردين أو يريدون أن يتشردوا في أنحاء العالم كأنما يريدون الفرار من الموت وهيات ما هو ذلك السلاح الفتاك السلاح الفعال الذي يؤثر في هذه المليارات من البشر ولا يتصور أحد أن يؤثر في هذه المليارات من البشر بقدرة البشر إلا بالأسلحة النووية وما فوقها ولكن الله تبارك وتعالى يجعل من جنده كائناً حياً هو أدق الكائنات الحية الفيروس في الجملة من أدق الكائنات الحية إن لم يكن أدقها حتى في تركيبه الكيميائي هذا الفيروس لا يرى في الغالب إلا إذا كبر إلى ربع مليون مرة من أجل أن تراه العين المجردة بالمايكروسكوبات التي تكبر هذا التكبير العظيم إلى ربع مليون مرة ونصف مليون مرة الفيروس الذي يخيفهم ويخيف العالم كله تغلق بسببه الموانئ وتغلق بسببه المطارات وتمنع بسببه الرحلات وتعطى لأجله الإجازات وتنفق من أجل الحياطة منه مليارات المليارات وهو لا يرى ولا ينظر ولا يدري أحد من أين أتيه لأن الله فعال لما يريد هو الخلاق العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو فصلت عليهم الله جل وعلا ذلك الفيروس اسمه ترجمته باللاتينية التاج كورونا معناها باللاتينية التاج لأنه عندما يكبر ليرى يرى على صورة التاج هذا المخيف المفزع هذا العدو المفضع لا يرى إلا بأن يكبره إلى ما يقرب من نصف مليون مرة لكي تراه العين مكبرا تحت المايكروسكوبات الدقيقة الحديثة وهم يخفون منه هذا الخوف أنت تسمع هذا هل يخيفك؟ المسلم يعلم يقينا أن أمثال هذه الأوبئة تأخذ حكم الطاعون إذا وقع في بلد فلا يجوز لمسلم أن يفارقه وإذا وقع في بلد والمسلم خارجه فلا يجوز له أن يدخله ومن مات به كان شهيدا هذا هو المسلم أما تلك الجيف التي لا تؤمن بالمعاد والتي لا تثبت وجود خالق للكون من الشيوعيين وأضرابهم من الملحدين فهؤلاء الحياة عندهم تنتهي بمجرد الممات فهم يخافون ويحرصون على الحياة أما المسلم فمعاذ رضي الله عنه لما وقع الطاعون بالشام وهو طاعون عمواس فأصيب وطعن وكان أميرا على الجيش هناك فكان يقبل البثرة التي وقعت بها الإصابة ويضعها على عينيه ويقول اللهم لا تجعل حظ آل معاذ من هذا معاذا وعصيب ولده لأن الطاعون شهادة وعندنا في دين الإسلام العظيم ما يغنينا لو أخذنا بتعاليمة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية وعن إرشادات وزارات الصحة في كل ربوع الأرض عندنا في دين الإسلام العظيم ما يحمين الله رب العالمين به من انتقال هذه العدوى على النحو الذي تنتقل به عندنا في الدين أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستعمل يمينه هي لسلامه لطعامه لأخذه وعطائه لهذه الأمور الشريفة وأما اليسرى فإنها تكون لما يباشر من ألوان النجاسات وغيرها اللقاء عندنا نحن لا يمشي على السنة لو أننا التزمنا به لوفر الله علينا كثيرا من الخطر بالأسباب الشرعية اعتاد المصريون خاصة أن الواحد منهم إذا لقي أخاه يحتضنه ويلتزمه ويربط على كتفائه ويظل كذلك ربما زمنا يطور هذا ليس من السنة هذا إنما يكون إذا قدم القادم من السفر ولا على هذا النحو فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر رضي الله تعالى عنه من الحبشة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائه عجلا يجر إزارة التزمه وقبل بين عينيه كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا وأما الرجل فقد يلقى الرجل في اليوم خمس مرات أو يزيد وكلما قابله احتضن ونفت في وجهه ونفق في جوفه ونقل إليه ما عنده وهذا ليس من الدين في شيء ليس هذا من السنة في شيء التزم بهذا إن استطع هذه عادة مرذولة وليست هي من الدين في قبيل ولا دبير أمور كثيرة إذا ما أردت أن تشرب التزم السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفق في الإناء وكان صلى الله عليه وسلم يشرب على ثلاث مرات يسمي ويشرب ولا يتنفس في الإناء ثم يحفظ الله رب العالمين ويكرر لأن الإنسان ربما يكون عطشا ويحتاج إلى ري فلا يكفيه أن يشرب مرة واحدة إلا بالنفخ في الإناء فوفر الله عليه ذلك بسنة النبي صيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة أيها الأحبة لو أننا التزمنا بها من كتاب ربنا وسنة نبينا لحفظنا الله رب العالمين في ديننا قبل دنيانا وهذا هو الحفظ الصحيح حتى يحطاط المرء لقلبه وحتى لا ينفذ إليه شيء من الإرادات الشركية بخوف شركي لأن المخافة الحقة إنما هي من الله وحده ومن صحح لم يخف من أحد ولا يخاف الرجل من دمون الله رب العالمين أحدا إلا لمرض في قلبه فقد قيل للإمام أحمد هل يخاف الرجل من الرجل قال لا يخاف الرجل من الرجل إلا لمرض في قلبه لا يخاف أحد من أحد سوى الله إلا لمرض في قلبه والمقدور نافذ لا محالة فنسأل الله أن يحفظنا وأحفظ وطننا ودميع أوطان المسلمين وأن يهدينا للحق وإلى الصراط المستقيم